اشتركوا في القناة بعد ان اعلن الرجل نفسه القضاء عليه تماما وتحقيق الانتصار الكامل قبل نحو اربعة اشهر العارفون بالامور السياسية والعسكرية يقفون حائرين امام تناقض الرجل فلا هو القاضي على التنظيم ولا هو المحارب الابدي لكن الحيرة والامتعاث تبلغ ذروتها مع استحضار ثلاثة اعوام من حرب ضروس اتت على ثلاث محافظات عراقية واوقعت مقتلة اودت بحياة اربعين الف مدني في الموصل وحدها فما الجدوى منها والنتيجة عنها؟ هنا السؤال ومع غياب اجابة واضحة يسترسل العبادي بشرح ما يراها محللون استراتيجية تائها فيعلن انه امر بوضع خطط عسكرية لمحاربة التنظيم في سوريا مؤكدا انه ما زال يمثل خطرا هناك محذرا في الوقت نفسه من محاولات اطراف سياسية تضخيم عمليات التنظيم في البلاد مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية بيد ان الواقع على الارض بحدثه المجرد يشهد خلطا للأوراق وهو ما يجيد التنظيم فعله فيضرب مرة في الحويجة واخرى في الانبار ما استدعى استنفارا امنيا واتهامات متبادلة بين القادة العسكريين والسياسيين على حد سواء وبصرف النظر عن حقيقة التصريحات من عدمها تتصاعد الخشية من ان يكون امد الحرب الطويلة التي يتحدث عنها شماعة لمحاصرة مناطق وتهجير اخرى وذريعة لحملات اعتقال تبدأ الاخيرة من حيث تنتهي الاولى